السياحة في اسطنبول في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة فيه مسجد السلطان أحمد المسجد التاريخي الرائع المشهور بمآذينه الجميلة دولما بهجة القصر المدهش مع حديقته المليئة بالأشجار والنافرات تل العرائس صاحب أجمل إطلالة على مضيق البصفور جزر الأميرات مجموعة من الجزر الساحرة في بحر مرمرة جوالات البصفور فرصة لاستكشاف معالم اسطنبول من داخل البحر شارع الاستقلال أشهر شوارع اسطنبول حيث المتاجر الراقية والمطاعم والمقاهي برج غلطة برج تاريخي يوفر إطلالات مذهلة على اسطنبول في الجزء الثاني من الفيديو سنتعرف على أهم المعلومات مثل التكاليف الفنادق المطاعم التقص الأسواق والمواصلات وأحد عشر سؤال وجواب لتخطط لرحلة سعيدة أولا جولة في أجمل الوجهات مسجد آيا صوفيا طحفة معمارية تعبر عن عظمة الحضارات التي مرت من هذه المدينة عبر العصور تميزه قبته الضخمة التي تعتبر إنجازا هندسيا مبهرا لعصره والفسيفساء البيزنطية الرائعة التي تزين جدرانه وتعكس جمال الفن البيزنطية السياح يأتون من كل حدب وصوب ليس فقط لمشاهدة العمارة الفريدة لآيا صوفيا ولكن أيضا للتأمل في التاريخ العميق الذي تحمله جدرانها النوافذ العالية والفسحات المعمارية الواسعة تسمح بتسلل الضوء بطريقة تخلق أجواء روحانية خاصة تجعل الزيارة تجربة لا تنسى الحدائق والمساحات الخضراء المحيطة بآيا صوفيا توفر مكانا هادئا للراحة والاسترخاء بعد جولة في شوارع اسطنبول اثنان دولما بهجة قصر الدولما بهجة في اسطنبول يعتبر أحد أروع الأمثلة على الجمع بين العمارة العثمانية والأوروبية ويقع القصر على ضفاف مضيق البصفور مما يوفر إطلالات ساحرة تجمع بين الطبيعة الخلابة والهندسة المعمارية الفريدة تم بناءه في منتصف القرن التاسع عشر كمقر صيفي للسلاطين العثمانيين ويعكس القصر الفخامة والأناقة في كل زاوية من زواياه يضم القصر مجموعة وسعة من الأعمال الفنية والتحف الناذرة التي تزين غرفه وقاعاته ثلاثة قصر ومتحف توب كابي كان مقرا للسلاطين العثمانيين لما يقارب من أربعة قرون مما يضفي على المكان أهمية تاريخية وثقافية كبيرة يتميز القصر بموقعه الفريد على رأس البصفور مما يوفر إطلالات خلابة على مضيق البصفور وبحر مرمرة إضافة إلى جمال الحدائق المحيطة التي تعتبر مثالا للعمارة الطبيعية العثمانية المتحف يحتضن ثروة من الكنوز والمقتنيات العثمانية النادرة التي تشمل الملابس السلطانية الأسلحة الخزفيات المخطوطات والجواهر التي كانت تزين القصر وتظهر فخامته أحد الأقسام البارزة في المتحف هو غرفة الكنوز التي تضم الألماسة الشهيرة ملعقة السكر السيف الذهبي للسلطان محمود الثاني كما يمكن للزوار التجول في الحدائق الغناء التي تحيط بالقصر والتي تعد نموذجا رائعا للتصميم الطبيعي وتوفر مكانا مثاليا للاسترخاء لا تفوت مشاهدة باقي فيديوهات تركيا في قناتنا مثل أنجول بورسا بودروم أنطاليا مارسين فتحية أنقرة وغيرها والروابط في الوصف أربعة شارع الاستقلال شارع الاستقلال الممتد في قلب مدينة اسطنبول يعد أحدا من أشهر الشوارع التجارية والثقافية في تركيا مليئا بالحياة والنشاط طوال اليوم هذا الشارع الذي ينبض بالتاريخ والحداثة معا يجذب السياحة بمبانيه التاريخية الأنيقة وأجهات المتاجر العريقة يعبر شارع الاستقلال الطويل عبر مناطق مختلفة مقدما للزوار تجربة فريدة تمزج بين السحر العثماني القديم والحياة العصرية الصاخبة الجمال في شارع الاستقلال يتجلى في الأجواء المبهجة التي تملأ الشارع والأسواق الصغيرة التي تعرض الحرف اليدوية والهدايا التذكارية يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في الشارع مستكشفين الأزقة الجانبية التي تخبئ كنوزا من المقاهي الصغيرة والمطاعم التي تقدم أشهر أطباق التركية والعالمية خمسة جامع السلطان أحمد يطلق عليه المسجد الأزرق يقف شامخا في قلب اسطنبول عاصمة تركيا متربعا بجماله التاريخي والمعماري الفريد هذا الصرح الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر يعد تحفة معمارية إسلامية مزينا بستة مآذ خلابة وقبة ضخمة تجسد الإبداع الهندسي والفن العثماني هذا الجامع يجذب السياح ليس فقط بتصميمه المعماري الأخاذ ولكن أيضا بزخاريفه الداخلية الفريدة التي تضم الآلاف من البلاطات الزرقاء المزينة بأماط الزهور والأشجار ذلك يضفي على المكان جوا من السكينة والروعة المسجد لا يعتبر فقط مكانا للعبادة بل أيضا موقعا سياحيا بارزا يستقطب السياح من جميع أنحاء العالم للتمتع بجماله وتقدير الفن الإسلامي والعثمانية الحدائق المحيطة بالجامع تضيف إلى جمال المكان حيث توفر مساحة خضراء هادئة للزوار للاسترخاء والتأمل في جمال المعمار العثمانية السياح لديهم الفرصة للمشي في الأزقة التاريخية المحيطة واستكشاف الأسواق التقليدية مما يوفر تجربة ثقافية غنية وتعريفا بالحضارة العثمانية ادعمنا بالعيك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك 6- جزيرة الأميرات مجموعة من الجزر الصغيرة الرائعة في بحر مرمرة قبال تسواحي المدينة إسطنبول التركية تعتبر هذه الجزر وجهة مثالية للاسترخاء والهروب من صخب المدينة حيث تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب وأجوائها الهادئة يعد النقل البحري وسيلة الوصول الرئيسية إلى جزر الأميرات وعند وصولك إلى الجزر ستجد نفسك تتجاول في شوارعها الضيقة والمرصوفة بالحصى وستستمتع بالمناظر الخلابة للبحر والمنازل التقليدية الجميلة تتميز الجزر بأجوائها الهادئة والمناظر الطبيعية الخلابة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على طول الشواطئ الرملية النقية والاسترخاء تحت أشجار الصنوبر الكثيفة كما يمكنك استئجار دراجة هوائية لاستكشاف الجزر بطريقة ممتعة ومختلفة لا تنسى زيارة البازارات المحلية والمحلات التقليدية لشراء الهدايا التذكارية وتذوق الأطعمة والحلويات التركية الشهية سبعة برج غلاطة يقع البرج في منطقة غلاطة القديمة بالقرب من البسفور وهو جزء من المدينة القديمة التاريخية حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن الرابع عشر الميلادي خلال فترة حكم الإمبراطورية البيزنطية يتميز برج غلاطة بتصميمه المميز حيث يبلغ ارتفاعه حوالي سبع وستون مترا ويتألف من عدة طوابق ويوفر البرج إطلالات رائعة على مدينة إسطنبول والمناطق المحيطة بها بما في ذلك البسفور والسلطان أحمد وسلطان محمود والقصر العثماني وغيرها من المعالم السياحية الهامة يعتبر برج غلاطة وجهة سياحية شهيرة حيث يستقطب آلافا من السياح سنويا للاستمتاع بإطلالاته الخلابة ولتجربة رومانسية فريدة من نوعها خلال الغروب يحتضن البرج أيضا مقاهي ومطاعم تقدم المأكلات التركية التقليدية والمشروبات الشهية مما يجعله مكانا مثاليا للاستمتاع بأجوى إسطنبول الساحرة ثمانية تل العرائس تل العرائس في إسطنبول هو معلم سياحي شهير يقع هذا المعلم الأثري الجميل على شاطئ مياه بحر مرمرة تاريخيا يعتقد أن تل العرائس يعود تاريخه إلى العصور البيزنطية وقد استخدم في العديد من الأغراض عبر العصور بما في ذلك مرصد ومنارة وحسن دفاعي اليوم يعتبر تل العرائس معلما سياحيا مهما في إسطنبول حيث يقدم إطلالات رائعة على المدينة والبحر يمكن للزوار الوصول إلى التل عن طريق قوارب الرحلات أو عن طريق الجسر الذي يربط البر الرئيسي بالتل شارك الفيديو مع من ستسافر إلى إسطنبول معه معلومات عن السياحة في إسطنبول واحد ما هو طقس إسطنبول وأفضل وقت للزيارة؟ إسطنبول تتمتع بمناخ قري رطب مع صيف دافئ وشتاء بارد ورطب في الصيف تتراوح درجات الحرارة بين 23 و30 درجة مئوية الشتاء بارد مع درجات حرارة تتراوح بين 83 و80 درجات مئوية أفضل الأوقات لزيارة إسطنبول هي الربيع من أبريل إلى يونيو والخريف من سبتمبر إلى نوفمبر حيث الطقس معتدل والمدينة أقل ازدحاما اثنان ما هي أسعار الفنادق في إسطنبول؟ فنادق نجمة واحدة بأسعار تبدأ من حوالي 20 إلى 40 دولار فنادق ثلاث نجوم مع أسعار تتراوح بين 50 و100 دولار فنادق خمس نجوم بأسعار تبدأ من 150 دولار فما فوق ثلاثة ما هي أسعار المطاعم في إسطنبول؟ المطاعم الشعبية والمحلية بأسعار تتراوح بين 5 و15 دولار المطاعم السريعة بأسعار تتراوح بين 13 و10 دولارات المطاعم الفاخرة بأسعار تبدأ من 20 دولار فما فوق أربعة ما هي أفضل الأسواق في إسطنبول؟ سوق البازار الكبير يقدم مجموعة واسعة من البضائع مثل الجواهر، السجاد، التوابل، والمنتجات الجلدية سوق التوابل، البازار المصري، مشهور بتنوع التوابل، الحلويات التركية، مثل البقلاوة واللوكوم، بالإضافة إلى الشاي والقهوة التركية، سوق أراستا، يشتهر ببيع السجاد التركي والحراف اليدوية، سوق كاديكوي، يقدم تجربة تسوق حقيقية مع بضائع مثل الأغذية التازجة والملابس، خمسة، ما هي المدة المثالية لقضاء عطلة سياحية في إسطنبول؟ المدة المثالية لاستكشاف إسطنبول تتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام ستة ما هي المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية التي تشتهر بها إسطنبول؟ السجاد والكليم التركي يعد من أشهر المشتريات التي يقبل عليها الصياح بفضل جودته العالية وتصاميمه الفريدة الفخار والسيراميك خاصة الأطباق والأكواب المزينة بنقوش إسلامية وعثمانية المجوهرات يوجد العديد من الأسواق والمتاجر التي تبيع المجوهرات الفضية والذهبية المزينة بالأحجار الكريمة المنسوجات والملابس سبعة هل مياه الصنبور آمنة للشرب في إسطنبول؟ مياه الصنبور في إسطنبول تعتبر آمنة للشرب ولكن في بعض المناطق يكون طعم المياه أو رائحتها مختلفة بسبب المعادن والكلور المستخدم في التعقيم مما يجعل السياح يفضلون شراء المياه المعبأة ثمانية ما هو متوسط أسعار البقالة في إسطنبول؟ متوسط تكاليف البقالة الأسبوعية لشخص واحد يتراوح بين 20 إلى 50 دولار أمريكي تسعة ما هو متوسط سعر الطيران الداخلي من وإلى إسطنبول؟ إسطنبول تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للرحلات الجوية الداخلية في تركيا متوسط سعر تذكرة الطيران الداخلي يتراوح بين 30 إلى 100 دولار أمريكي وذلك بناء على الوجهة ووقت الحجز عشرة هل إسطنبول مدينة آمنة للسياحة؟ إسطنبول تعتبر واحدة من المدن الآمنة للسياح معدلات الجريمة فيها منخفضة جدا وعبر قناتنا ستجدون الفيديو عن أشهر طرق النصب والرابط في الوصف أحد عشر ما هي وسائل المواصلات في إسطنبول وأسعارها؟ المترو والترام تبدأ الأسعار من حوالي نصف دولار للرحلة الواحدة باستخدام بطاقة إسطنبول كارد الحافلات تبدأ الأسعار من حوالي نصف دولار العبرات أسعارها تبدأ من حوالي نصف دولار إلى دولار لتوفير المال ينصح بشراء بطاقة إسطنبول كارد وشحنها بالمبلغ المطلوب للتنقلات المخطط لها خلال الإقامة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد